نكمل بقى مع حضراتكم وزي ما احنا نتكلم دايما ان النادي الاهلي يعني ماشي في سياق واضح جدا نتكلم ان هو له اهتمامات بكل حاجة بتهم المجتمع ده بيظهر منين؟ ده بيظهر من انشطة اللجان تحديدا وخاصة هنا لو هنتكلم بقى لجنة المرأة تحت اشراف اللجان العليا بالنادي الاهلي اللي نظمت زيارة للأعضاء لمعرض مهم بيقام ده تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو معرض البزار للحرف اليدوية والتراثية واحتياجات كمان المنزل وخليني اقول لحضراتكم بجد فيه اشادات كبيرة جدا كانت بالمعرض ده وكمان السيدة انتصار السيسي زارت المعرض واشادت شتاء المصنعات اللي كان كلها صناعة مصرية 100% خلينا نروح كده نشوف التقرير ده وناخد جولة ونرجع نكمل احنا عقمنا معرض البزار وشرفنا انه هو تحت تحت رعاية فحامة الرئيس وشرفنا بافتتاحه من قبل حرم سيادة رئيس السيدة انتصار معرض البزار ده امتداد لمعرض تراثنا معرض تراثنا جاسي متى المشروعات بيقيموا عادة مرة واحدة في السنة نبقى حارسين على ان يمثل في جميع مخفزات الجمهورية وهو معرض خاص باحياء الحرف التراثية واليدوية تم اقامة معرض تراثنا دورتين على التوالي اخر دورة فحامة الرئيس وجه ان يتم اقامة المعرض اكتر من مرة علشان نفتح مجال تسويق لاصحاب الحرف اليدوية والتراثية وفي نفس الوقت بنفتح لهم مجال لتوفير فرصة العمل واحنا طبعا كجهاز سمية المشروعات احنا حارسين على هذا فاحنا شفنا ان احنا اقامة معرض بحجم تراثنا قلنا نعمله مرة واحدة في العام ولكن نقدر نعمل اكتر من معرض يكون اصغر منه شوية فعملنا معرض البازار في قاعة ارض المعارض للجهاز هنا في مدينة ناصر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي وحرصنا ان يبقى معانا عدد من المستفيدين لا يقل عن 400 عارض معانا نسبة من السيدات تتجاوز 60% من السيدات العارضات بالاضافة لان تمثيل لجميع محافظات الجمهرية احنا في شهر مارس عندنا العديد من المناسبات اللي بتخص المرأة فكرنا في لجنة المرأة ان احنا لازم نحتفل بالعيلة المصرية يوم عشرين وكلهم هيحتفلوا بالامهات يوم واحد وعشرين اعتمنى ان كل ام تكون سعيدة يا رب واللي موجودة والدته ربنا يبارك في عمرها واللي مش موجودة ربنا يعوضه خير ويرزقه ان شاء الله الخير كله بإذن الله احنا ما خدناش المرأة بس بل حرصنا ان احنا تكون الاسرة كاملة مشاركة في المعارض ده اتحركنا من هناك واصلنا هنا طبعا استقبال هايل اول ما الناس شايفت النازل الاهلي يوصل كل الناس عايزين يتصوروا وكل الناس عايزين يتصوروا مع العالم مع العالم الاهلي اول ما بيطلع في اي مكان بتلاقي الناس كلها تلمت فطبعا كان استقبال هايل ودينا للأعضاء والنفسنا فرصة احنا هنقضي هنا ست ساعات النهاردة بحيث ان المكان كبير قوي ونقدر نستمتع بكل الحاجات المعروضة اللي عايز يشتري اشتري اللي عايز يعرف الاماكن دي حتى بعد كده موجودة فين لان انت عندك مكان بيجمع كل المحافظات تقريبا في مكان واحد فدي حاجة هايلة بصراحة وبنشجع الصناعة المصرية والنادي الاهلي دايما بيقوم بالدور المجتمعي ده احنا يعني كان فكرتنا انها هي خدمة مجتمعية بلاس ان احنا يعني بنوفر حاجة للأعضاء انهم يجوا يشوفوا المنتجات دي منتجات مشغولات يدوية مش دايما بنبقى عارفين عنها يعني في حاجات كتير قوي مش بنعرف نروحها يعني كتر خيرهم جهاز 200 المشروعات بيجمعها لنا في معرض نقدر نيجي نتفرج ونشارك وطبعا الأعضاء بيشتروا فده منها مساعدة مجتمعية للناس اللي بتشتغل المشغولات دي ومنها ان احنا بنخدم الأعضاء جينا كلنا من الأسوان عندنا مشروعات كتير اكتر من 10 مشروعات مشروعات كلها هندي ميد في الديكور في الجلد الطبيعي في عارضيون النخيل عادة تدوير مخلفات النخيل اكسسوارات منتجات عناب البشرة والمنتجات الطبيعية أستاذ عواطف هي صاحبة فكرة الطفل المبدأ وحبت ان احنا نخلي ولادنا اللي بيمرسوا هوايات معينة يجوا يشاركوا في البرتشانات دي بحيث انهم هنشجعهم على انهم متميزين وبيعملوا شغل كويس فدي كانت فكرة الأستاذ عواطف من جهاز 200 المشروعات بدأنا نيجي وجبنا منتجات الأولاد وحازت على عجاب الناس وعجبهم جدا شغلهم يعني فكرة النهاردة كانت رائعة بان اهنا اللجنة المرأة وفاريت لي ان انا ايجي بولادي بزوجي في نهاية كانت رحلة أسرية رقم راحت قدرت ان انا اتحرك بالولاد لان دوت ما كانش حاجة سهلة ان انا مستبعدة المشوار نحنا فرعي زايد وكده فكان الموضوع لجنة المرأة سهلت لنا ان احنا والباس من جوه النادي وهنرجعتاني على النادي فدي كانت حاجة كويسة جدا من لجنة المرأة وفكرة بصراحة لطيفة للأسرة ان هي فكرت ان احنا نتحرك كأسرية مش للمرأة فقط اليوم النهاردة كان يوم لطيف جدا ويوم جميل وكان مع بيت الاعضاء وكده هوات فرحلة جميلة مع بعضينا وبالنسبة للمعرض لا في حاجات حلوة وبتشد وكفي ان احنا طالعين كلنا مع النادي موفر لنا ان احنا طالعين كلنا احنا وولادنا وكده فلجنة المرأة موفر لنا الموضوع دوات جميل جدا والحاجات جميلة في المعرض ما شاء الله انا بعمل جلود وكنت بلاقيه ما ما بتشتغل فساعة ايديها بتوجعها ما بتقدرش تشتغل فكنت بقعد اخيط معاها وساعدها بنجيب مثلا الكارتون بنعمل عليه المقاسات بنحط عليه الجلد وبنقصه بنخرم وبنبدأ نخيط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة